السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله او كاتوكم حبايا بقلبي بكل خير. مع انا استخارة بالقرآن الكريم استخارتين بالقرآن الكريم لأول حرف من اسمك او اختار لك سبحة من السبح. نبدأ بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله او كاتوكم حبايا بقلبي بكل خير. اختار لك سبحة من السبح. هذا السبحة تبدأ معنا الاستخارة من حرف الالف الى حرف الصاد والاستخارة الثانية بهذا السبحة تبدأ معنا من حرف الضاد الى حرف الياد هنبدأ بالاستخارة الاولى بهذا السبحة الاستخارة الاولى من حرف الالف الى حرف الصاد اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وقع سر الدرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نصلي على سيدنا سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نصلي على سيدنا محمد بسم الله الكاشف فضلا وليس امرا احبابنا في الله ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا فيها التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى على يفضل الصلاة والسلام عندك الحز معاق الحز معاق يعني شايف الحز معاك الحز واجف معاك بس عندك هنا بتاخذ قرار شايف ان انت هتاخذ قرار او عايز تاخذ قرار يعني القرار ده هيغير حدات كتيرة من حياتك القرار ده هيغير حدات يعني كتيرة في حياتك شايف عندك هنا سفر عندك سفر السفر ده مفاجئ عندك سفر يعني سفر مفاجئ يعني غير متوقع السفر قدامك طريق سفر شايف هنا اللهم نصلي على سيدنا محمد يعني هنا هتتوصل معاحد في حد هتتوصل معا مع شخص مهم خارج البلاد الفترة دية. هيدعمك. الشخص ده يعني هيساعدك او بد هو يساعدك ويدعمك بامور مختلفة بالخارج. يعني هيدعمك في شغل هيدعمك في وظيفة او هيدعمك في حداة مثل هذا الشغل. يعني عندك شغل وشايف عندك ان الشخص ده هيدعمك. شايف عندك هنا برضو باب الحظ والنداح يعني والمال هيتفتح قدامك وموجود وكبير. موجود الباب الحظ والعمل والنجاح موجوده كبير باذن الله انت فكرت صح يعني فكرت صح بعد التعب والمجهود اللي حصل يعني معاك او اه بعد التعب اتعبت كتير ودرست واشتهرت ومجهود يعني شاف ان انت عايز هتندح وهتزبط نفسك اكتر وزال بالسفر في الخارج السفر في الخارج باذن الله تعالى شاف عندك مش عندك يعني معارضين او احد معارض او حد وقف في وشك لكن مصيرك هتوصل له وهدفك هتوصل له اللي انت عايزه بمشيئة الله تعالى صلى الله عليه الحبيب والمصطفى شايف برضو هنا فيه شي يعني جميل قادم ليك وتعوضات الهية قادمة في خير عندك واسع بافراح ونعم باذن الله تعالى هناك يعني اخبار كويسة في بركة في الرزق في ترقية اه تخص عملك يعني تخص عملك منكم هذا اصحاب اللي احرف او اصحاب السبحة عندكم يعني هنا اه ندمك هل مع في العمل في شيء هنا رايح منك اه او مفقود منك بجاله فترة بتدور عليها محتار مش عارف راح فيها هتلاقيه دايق لك باذن الله تعالى عندك قرار هنا صح صح بتاخذك يخص عملك اه لان الناس دي بتستغلك في العمل او عايزة تستغلك او عايزة تاخد مجهودك الناس دي بتستغلك في العمل فخلي بالك عندك شخص انا بيحبك شخص انت يعني هو بيحبك وانت بتحبه بيستاذ غلاوة ما بينكم بيستاذ محبة ان شاء الله بس هنا في مواجهة مع احد يعني شخص ده جارحك او قسر قلبك او ليك عنده حالك في مواجهة ما بينكم وفي كلام هيصير شايف عندكم كلام او مواجهة ان شاء الله فيها خير بيستاذ الله تعالى بس الستانية ندمان اراكا ندمان يعني على هنا على على فطفضى قلته او اعني ندمان على كلام اتكلمته او احد اتكلمته او حدا قلت عليه ندمان عليه بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك في استلام هنا اوراق او بتخلص اوراق حكومية او من جهة حكومية فيه اوراق بتخلصها في الحكومة رح تخلص على خير بازن الله تعالى. هتخلص على خير بمشيئة الله. في مال داي لك من اه طريق يعني اه احوالي. او اه دين. او اه ورس. في مال يعني داي لك من طريق هاي الاشياء داي. في طريق مال داي لك. في بشرة حلوة. يعني في مكالمة. اه المكالمة دي ستلقاها قدامك يعني خطوطين. وهتوصل لك هذا المكالمة. المكالمة فيها بايع او شراء. لأيما بتبيع اشيء بتشتري اه منزل او بتشتري هذا او بتبيع هذا. المكالمة دي فيها بيع او فيها شراء. فيها بيع او شراء المكالمة دي. تخص يعني المكالمة دي او الرسالة هتجيلك يعني اه قدامك خطوطين. فيه امور هنا هتكون يعني مسيرة لي. اه هتنجح. فيه دريق نداح قدامك او انت خايف على حد من اطفالك او خايف على حد من اطفالك ا اه نفسك انجح طريق النجاح قدامه. هينجح. او انت عايزة تندحي شايف طريق النجاح قدامكم بازن الله تعالى. شايفك فرحان بازن الله طريق النجاح. بس اجتهد عشان توصل لهدفك اللي انت عايزه. عشان توصل لهدفك. اللهم صلى الله عليه السيدنا محمد. شايف هنا فيه انهاشر بازن الله تعالى واعلان على النصر والحزن. هنا للمبتعدين شايف هنا يعني منتظر انت عودة حبيب. يعني شافك منتظر حودة حبيب او منتظر صلح. شاف هنا في عودة حبيب. في دخل منكم هنا البعض منكم مع شخص علاقة حب. هذا الشخص يعني شافه يبادلك نفس الشعور. شاف هنا للبعض منكم يعني ظهور اشياء غريبة في جسده. مثل الخدوش او الحروق او تساقط الشعر او حبوب في الوجه. او علم فيه الامعاء او الظهر او المفاصل. فيه تعب عندك. فيه صدع بغاء غير مستكر. هذا من السحر وانكم سحر. من اصحاب هذا الحروف انكم سحر من زمان. انكم سحر من زمان. الله ما صلى سيدنا محمد. فيه هنا ناس برضو يعني مش بتحب لك الخير. يعني هي الستة دي اللي عمل لكم السحر. الستة دي يعني شافها اننا هي بترقبكم. وتعرف جميع اخباركم. دميع اخباركم واسراركم. كل حدا بتعرفها الستة دي. وبترقبكم. وعارف عنكم كل حدا. فيه ناس يعني هنا نسيت نفسها. مع ان كنت وقفت معها او دعمتها او سنتها او اديتها كتير. لكن الناس دي نسيت نفسيها. ومش بتحب لكم الخير. يعني الناس دي مش كويس. مش بتتمني لكم الخير كما انتو بتتمنيوا لها الخير. فيه شخص هنا حواليك يعني اه الشخص دي هم كزا واحد. واحد اثنين تلاتة. ثلاث اشخاص حواليك يعني دولة اه بيحاولوا عايزين يمسكوا عليك غلطة. عايزين يمسكوا عليك غلطة. وقفل ليك على الوحدة. ولكن انت كايد اعداءك. انت كايد اعداءك. هنا للبعض منكم هنا اكتشف يعني امور الامور دية يعني اللي اكتشفتها. او هتكتشفها خلاص. اذا ما انا شاف خطوة واحدة. خطوة واحدة وتكتشف الامور دية ومنكم اكتشفها. يعني هنا في هتكشف بعض الامور واشخاص يعني بيخنوك مع اقرب الناس ليك. يعني الناس دي مش كويس وهتكتشفها وهتعرفين. وعرفتوا الستة اللي عملت لكم السحر. وفي منكم لسه ما عرفهاش. للبعض اننا شايفنا. الله ما صدى لسيدنا محمد. شخص يعني اه مش كويس. خلي بالك منه. بلعب بمشاعرك. يعني الشخص ذي مش كداب. كداب. بيسحب منك مادة او فلوس. او عايز يضحق عليك. في بشرة هنا واستكرار. في بشرة ذيالك واستكرار. واطمينان على شخص يعني. وشايف فك قرب ان شاء الله. في اطمينان على في فك بلوك. في فك بلوك او رسالة او مكالمة. انت منتظرها. انت منتظر رسالة او مكالمة. في فك بلوك باسن الله تعالى. بسم الله الكاش. فضلا ليس امر ان احبابنا في اللايك. اتعمل على قلبك. يعني امنية. اه. فرحة. اه. تخلص اوراق في حكومة. اوراق من جهة امنية. يعني في حدا تخلصها. اه. هتحققها وتخلص منها. يعني هي غالية على قلبك. كنت شايل حمل عليها. يعني كنت شايل حمل. عايز تخلص منها الحدا دي او تخلصها. راح تخلص. بإذن الله تعالى. في زعل هنا جواق. في منكم هنا زعلان. يعني فيه زعل او حزن. شايفك حزين. زعلان. يعني محتاد مبلغ من المال. اه. محتاد يعني مال. دايلك بإذن الله تعالى. دايلك الطريق قدامك. وديلك المال بقدرة الله تعالى. في ناس هنا خايفة مبكرة. وقاعد عمال اتفكر. قاعد عمال اتفكر في اللي ذاهل. بلاش يعني اه تفكير. اصيبها على الله. بلاش تفكير اصيبها على الله. هتنحل. دمك انا شايف دمك هيلمع في مدال السفر. منكم من عرض عليه طريق السفر. يعني السفر شايف فيه نداح لك. فيه نجاح لك السفر. شايف هنا ها? يعني اه. لحد انت. حصل ما بينكم مشاكل. او اه. حصل ما بينكم اه ضغوطات. هي بسبب اه. ممكن نقول حبيب. او زودك. او زودتك. حصل ما بينكم مشاكل. حصل ما بينكم يعني ممكن منكم انحصل طلاق. لانها شايفك يعني في ضيقة وخنجة. يمزع لك جوي. يعني ما بين حبيب. ومش عارف يعني تفطفت. او مش عارف تتكلم. اه. ومخنوق ومضايق. ان شاء الله في صلح بازن الله. بس هاي من السحر. هاي من السحر. هاي من السحر. وشايفك ان انت كلام يعني اسمعت كلام او فيه كلام بضايقك. انت سامعه. انت سامع الكلام ده. من شخص يعني بتتعمل معه. شبيه يعني يوميا. فيه انتصار ليك. فيه انتصار ليك بعد ظلم وقع عليك. فيه انتصار فيه بازن الله تعالي. شايف هنا ها. شايف بينكم هنا فيه قصة حب. قصة حب. او ارتباط او قصة حب. قريبة منك. يعني شايف فيه عجاب متبادل. فيه عجاب متباجل. فيه فلوس هنا ذيالك. شايف فيه فلوس اه ذيالك. بس شايف معاكل الفلوس بتتبخر. الفلوس بتتبخر وبتخلص. وبتخلص مش عارف بتخلص ازاي انت. لكن ستر ربك معك دايما. دايما معاك. ما تقلكش. فيه انفراجة مالية ورزق من نصيبك. ورزق من نصيبك بازن الله تعالى. شايف الامور يعني معاك. اه الامور هتعلق. فيه تغيرات قادمة. تغطى دقة بابك. شايف بدايات عاطفية. وامور جديدة. وتخلص من حداة يعني شايف ان انت خايف بس ومتردد. خايف في هاي المشروع. خايف ما تكتملش فيه. او خايف ما تندحش فيه. او خايف ما توصلش للهدف اللي انت رسمه قدامك. اكمل زي ما انت. واترك الامور بيد الله. وراح توصل لهدفك مدام ما ماشي في الطريق الصحيح ورامي حملك على الله وسيب حملك. وماشي في الطريق الصحيح وماشي بما يرضي الله. هتوصل لهدفك مهما كانت العروضات او مهما كانت التعطيلات اللي عندك او المشاكل او الاشياء اللي مش بتكتمل معاك. بس مدام ما ماشي في الطريق الصحيح هتوصل لهدفك. مهما كانت العروض قدامك او التعطيلات قدامك. لان شايف فيه تغيرات كثيرة قاد مليك. ودكوا بابك المشيط في الطريق الصحيح. والالتزامت في الطريق اللي زي ما انت طاقة الرزق مفتوحة قدامك. بس اكمل. بلاش التردد وبلاش الخواف وبلاش الاحباط. بلاش. فيه خلود ناس انها تخرج بالحياتك. الناس دي انت هتخرجها من حياتك. الناس دي يعني انت مش محتادة او الناس اللي بجيتك مش كويسة. هتكتشفها. او اكتشفتها. انها ناس حقودة. ناس يعني خبيثة. ناس بتحب نفسيها. ناس ما بتحبش الخير لحد. فانت هتترك الناس دي او هتبعدها عنك او هتبعدها عنك نهائيا. عندك لديك يعني اخبار اه جميلة تتعلق بعمل جديد. العمل مفتوح قدامك فيه طريق كزا عمل. وانت مجدم ممكن اقول على العمل واتنين مجدم. مجدم منكم اه العمل اه هيعلى في شأنه. ومنكم من مقدم على العمل. عندك هنا يعني اه هنا اختبار يعني هتمر بي. الاختبار ده تمر بي. وبتكون كده بازد الله وهتعدي منه على الخير. على الخير ان شاء الله هتعدي منه. فيه شخص هنا. الشخص ده يعني اه مفتقدك الايام دي. شايف انه هو مفتقدك الايام دي. وانقباضة جلبك دليل على انه بيفكر فيك. لما جلبك بينقبضت دليل على انه بيفكر عمال بيفكر فيك. شاهدنا ليك. الله مصد الله على سيدنا محمد. يعني فيه اختلاف في رأي العقل. شاهد عندك يعني بسبب تأثير من اللي حواليك. فيه ضغط. يعني انك يعني هنا مش مستمتع بالحياة ومش مستمتع باللعيشة. شاهد عندك ضيق. يعني عندك طاقة سلبية تعباك. عندك طاقة يعني بسيطرة عليك. طاقة دي تعباك جدا. مش عارف يعني تخلص منه. الله مصد الله على سيدنا محمد. شاهد هنا يعني الفترة دية هتحسن من نفسك. شاهد عندك هتحسن من نفسك. راحة جلبك من بعد التعب اللي انت مريت به. شاهد عندك فيه راحة. فيه تيسير برضو. لمواضيع تتفتح جدامك. شاهدك انت يعني ما بجيش بستنى حدا من حد زي العوال. يعني شاهد حاليا هتعمل خطوة. هتأخذ خطوة جدام. شاهدك من الاول بكثير. شاهد عندك الشخص هنا. اه فيه شخص دي شخص ضغامض جدا. يعني شاهد الشخص دي بيضايقك دايما يعني عمال يضايقك بتصرفاته اه بافعاله اه شاهد انه يعني بضايقك بامور او حدات مختلفة كثيرة بضايقك به. بس انا شاهد هنا يعني اه في حدات خص العاطفة. في خطوبة. او زواد. او ردوع للمنفصلين. او زواد مرة اخرى. انا شاهد في حدات تخص اه ما تهلل الزواد او الخطوبة. او الخطوبة. بس كن حريص. كن حريص من اشخاص اللي حواليكم. او يعني فيه ناس اه عايزة تجرب منكم او عايزة توصلكم علشان تأذيكم. تأذيكم. المنفصلين يا شاهد فيه كلام. فيه كلام. وفيه اعادة حسابات. ممكن لاما رجوع. لاما امورها تدرتك. فيه شايف ما بينكم كلام. شايف فيه كرار هتاقضوا. فيه كرار هتاقضوا. اه شاف ان الكرار ده مهم. ويكون حاسب. وهيغير حدات كثيرة من حياتكم. والعزة هنا شاف فيه خطوبة. او زواد. يعني فيه خطوبة او زواد او هتطخلوا فيه قصة اه حب او ارتباط. شاف عندكم امور كتير. يعني من صفكم بإذن الله. هدوا بالكم وهد اصابكم. عشان انتم يعني هنا آآ قلبكم آآ عندكم روحانياتكم عالية. بتحسوا بالحادة يعني وقلبكم بيحسسكم بالحادة قبل حدوثهم. يعني عندكم روحانياتكم عالية جدا. وبتحسوا بالحادة قبل ما تحصل. ان كانت فيه مشكلة هتحصل. قلبك ينقبض بتحس ان في مشكلة بتحصل. لو في حد دايلك بتحس ان في حد داخل عليك قدائلك. وبتحس بالناس ان كانت حواليك يعني منافقين او صادقين او كذبين. عندك آآ طاقة الاحساس شديدة جدا. روحانياتك عالية يعني. بس هنا انا شاف فيه حادات هنا لا بتحبوش آآ تتكلموا عنها ولا تعبروا عنها. يعني بتفضلوا سكتين لمدة معينة او لوقت لحدك ما توصل الهدف اللي انت عايزينه. يعني بتفضل سكتين لحدك ما توصلوا الهدفكم. شايف ان انتم هنا هتبدأ تردب اموركم. هتبدأ تردب ترتيبات كتيرة جدامكم. من ورا الترتيب ده شايف يعني هنا يعني الاشخاص اللي بيستقلوكم في حياتكم. يعني شاف هنا ان دايما يعني فيه سبب رئيسي. هيوصلك المرحلة بش تبقوا محتعد الناس دي الخالص. الناس دي الخبيثة. الناس اللئيمة. آآ الناس اللي تتمنى لك الشر. انت بتعطيب تقول انا عملت لي الناس دي علشان تأزيني علشان تسحرني. هم مش عايزينك توصل لهدفك. بس انا شاف هنا في مشاكل مع الاقارب بسبب ورس. او بسبب آآ فلوس. في يعني آآ مشاكل ما بينكم. او آآ في مشاكل بسبب الورس. او سبب حد زي كده. شاف ان انت حيراني في موضعنا. او حيراني في قراريا. او حيراني في حدين. في حدين شغلة دماغة. يعني عنكم يعني التفكير دايين على نفسيكم وطريقة التفكير بالطريقة رهيبة. اربع عشر ساعة بتفكروا في الطريقتين دولة. مش عارفين توصلوا. مش عارفين تععملوا. بتفكروا فيهم اربع عشر ساعة. بسم الله الكشف. اللهم صلى الله عليه وسلم. كافره. سيد الحمد. فاضل ليس امرنا احبابي في اللات عملوا الفيديو باللايك اخواتنا في اللات. عندكم تيسير. يعني والتيسير ده هيفرقكم جوي وهيخرجكم من اي صدمة انتو بتمروا بيه او اي مشكلة. يعني انا شاف عندكم تيسير اه عندكم تيسير في المواضيع. عندكم تيسير في حداياة هتسعدكم. واتطلعكم من اي مشكلة او من اي طاقة سلبية انتو بتمروا بيه. او اي مشكلة انت خنجاكم. يعني مضيقاكم اي حادة. اه انا انا شاف عندكم الطاقة الايجابية قادمة لكم بازن الله تعالى. طاقة الايجابية. بس انا شاف ان اي مشكلة انت بتمر بيه. اي مشكلة انت كده هتطلع منها. هتطلع منها بازن الله تعالى. شاف هنا في الطاقة? الطاقة دي عالية. اه طاقة روحانية. يعني طاقة روحانية شديدة. طاقة روحانية عالية. فيها فرض. فيها اه. في حدا انت تخص الحمل. في حدا بتخص الحمل مستنيينها. مستنيين نجاح. في طاقة نجاح او طاقة حمل. بإذن الله لأن الطاقة دي كويسة. طاقة تخص الاطفال لاما للشباب لاما نجاح لاما بشرة حمل لاطفال. عندكم هنا زعل او عندكم يعني في زعل في حد الزعلان عليها. زعلان على حد مريض عندك اه قريبك اه والدك والدك اختك. زعلان على حد عزيز على قلبك مريض او تعبان او مسدوا. في خبر حلو هذا. في خبر حلو هيفرحك. من ورا هي الاشي هيفرحك. ان شاء الله ربنا يفوق اسرهم. في حد هنا برضو عزيز على قلبك. انت بتحبه برضو جوي. شافوا اكل حقك. الشخص دي انت بتحبه جوي. لكن اكل حقك. اكل حقك الشخص دي. بس انت عملتت حزبا فيه. وتقول حزبي الله ونعم الوكيل. ظلمني. واخذ حقي. انت يعني هنا مشكلتك. يعني انت مشكلتك صافية. نيتك صافية. اه بتحب الخير للناس. بتتعامل بحسن النية. بتتعامل هنا شايفك يعني اه اه بتتعامل بحب. بتتعامل بخلاص. بتتعامل بحادة بطيبة مع الناس. بتحب شتيزة حد. بتحب الخير للناس كلهم. بتتمنانهم كل الخير. ساعات انت برضو بتحس بدربك اه اه بتحس بخيال حواليك. بتحس ان بحادة مشه قدامك. شايف عندك هنا. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. في هنا مهمات. شايف مهمات بتحاول تعملها. او عندك مسئوليات يعني تزيل عليك. شايف عندك خوف برضو. خاف من المستقبل. او خاف من الالتزامات اللي عملة تزيل عليك. انا عندك شاف طاقة خوف. بس هنا في مكالمة هتديلك. هتفرحك. فيها اختبار حلو ليك جدا. شايف يعني هنا. بس انا شاف هنا دايما ما بينكم وبين الاهل فيه خلاف. فيه عرقيل فيه مشاكل. فيه اختلافات كثيرة. شاف فيه اختلاف ما بينكم وبين الاهل. بس هنا عندك الست دي. الست دي بكزا وش. الست دي كما كنا عاملة زي الحية. الست الموزية بقول عليها حية على طوض. الست دي موزية. عاملة زي الحية شوية معاك شوية عليك. شوية بتكذب عليك. بس انت عارفها. انت عارفها ودايما ساكن. انت عارفها ودايما ساكن. انت دايما هنا يعني بتقول الست دي مش كويس. بس الفترة اللي داي في عندك يعني تغيرات كتيرة. فيه نجلة من مكان لمكان. فيه نجلة من مكان لمكان شراء منزل شراء سيارة شراء بيت. اه في عندك يعني النقلة دي هتسعدك النقلة من مكان لمكان ان شاء الله هتكون فيها الراحة ليك فيها السعادة بازن الله تعالى. فيها الراحة ليك فيها السعادة فيها الفرحة بازن الله. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. كنتم تشتركوا في القناة. فتشتركوا في القناة وفعلوا زر الدرس ليصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحان. وهذا استخارت اخواتنا في الله بالسبحة الاولى مع وبدايتهم هاي الاستخارة السبحة الاولى اللي اختاروا معانا من حرف الالف لحرف السات. هذا السبحة لهم تم كرائتهم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. هنشوف الاستخارة الثانية بهذا السبحة من حرف الضاد الى حرف اليا. هنشوف الصورة الخاصة لهم. اتمنى باسمنا اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امره. بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الصورة اللي هتطلع عليكم يا حبيبنا في الله صورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم فضلا وليس عمرا صلوا على الحبيب المصطفى عليه وقال الصلاة والسلام اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها بسم الله الرحمن الرحيم نزل في التعليق صلوا على الحبيب المصطفى عليه وقال الصلاة والسلام فضلا وليس عمرا أخواتنا في الله بسم الله الكاشر السبحة هذا، من حرف الضاط إلى حرف الياب. عندك هنا الأمور يعني في عندك أمور تبدأ تتحسن معاك. في تغيرات قادمة لك. التغيرات دي عندك يعني من بعد التعب اللي حصل في حياتك من بعد المشاكل، من بعض الضغوطات، من بعض التعطيل، من بعض الوقف الرزق. في أمور عندك آآ قادمة، الومور دي يعني تدك بابك يعني شايف تبدايات كويس! بدايات عاطفية! وأمور جديدة، فية تخلص من الطاقات السلبية او من علاقات سامة او من التعب وعندك هنا خروض برضو ناس من حياتك هتقبل التغير وخد خطوة جادة وحادة عندك هنا لديك اخبار جميلة يعني تتعلق بعمل يعني ممكن بعمل جديد تتعلق بعمل جديد عندك هنا اختبار قويس يعني هتعدي وهتوصل برضو بس الاختبار انت كدو كدو في هنا اللهم صلى على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام شايف هنا عندك يعني البعض منكم بس يعني بيعاني بخنجة او حزن يعني شايف عندكم يعني الخنجة يعني اللي بتعاني به وبالحزن وبالضيق البعض في قلبه وجع في عندك وجع كسر قلبك يعني شايف انتو اتخزلتو من ناس مقربين اتخزلتو خزلة يعني كسرت قلبكم او جراحتكم من ناس مقربين شايف هنا منكم يعني هنا اه محتدين شخص اه كنت ثقة اه محتدين شخص تتكلموا معاه او يطبط عليكم. لان دواكم حادات كتيرة حادات كتيرة جواكم نفسكم تتكلموا فيها. بس مش لقين اه الشخص الصح اللي ترمو حمولكم عليه. او تفضأ تدوله الامان او تدوله الثقة او تتكلموا معاه في كل اللي في قلبكم. عندكم هنا انا شافي الى برضو يعني في جيالك فرحة. الفرحة دي اه الفرحة دي يعني هتنسيك الواجعة دي. وهتنسيك قسرة قلبك. وهتنسيك اللي حصل. اللي يعني انتم عشتم هنا في الماضي ايام صعبة. والغاية دلوقتي يعني بتعانى برضو. البعض منكم هنا يعني شاف بعض المشاكل. البعض سمع كلام ممكن وضايقه. هشاف دواكم يعني بس نويين على التغير للاحسن. البعض موضوع بسبب العاطفة. حصل انفصال مع الشريك. في حصل انفصال. شاف بسبب العاطفة. بس نشاف هنا في قرار القرار دي. انا شاف هنا في قرار القرار دي هيغير حياتك. عندك استلام مبلغ بعد اه اتناشر اه نقطة. استلام مبلغ بعد اتناشر نقطة اتناشر يوم او اتناشر ساعة. في استلام مبلغ اه ان شاء الله هنا. والبعض هنا في براعة من تهمة. من تهمة موجهة اليك اه حبس او قضية او تهمة. في حالة موجهة ليك هتخلص منها. بازد الله تعالى. شاف هنا الله ما يصلى على سيدنا محمد. شاف هنا في زواد للبعض منكم. شاف البعض الاخر يعني هيدخل في قصة حب جديدة. او دخل في قصة حب جديدة. في شخصنا يعني هو سبب معاناتك الشخص ده. اه الشخص ده يعني سبب معاناتك غدر بيك. يعني سابك او اه وانت كنت في طريق صعب بتمر بيه. وكنت محتاده. لكن غدر بيك وتركك في الطريق لوحدك. ولكن انت منتصر. وانتصر وهتخرج من معاناتك. واكمل الطريقة. شاف عندك هنا ماشى عندك تعب هنا. زعلان على حد مريض عندك. حد ازيز على قلبك. مريض. زعلان عليها. بيعمل عملية او اه رحمد طبيب او دكتور. ان شاء الله في طاقة شفاء بازن الله تعالى. شاف ان البعض هنا هتتلاقى بالشخص الصح. بالشخص المناسب. الشخص اللي محتاده اه تدي كل الاماء او يديك الامان او تدي له كل اللي في قلبك. بتوقم روحك. راح تلاقي. احذر هنا بس من الناس يعني الناس دي بتتمنى لك الخراب. الناس دي عايزة تأزيك. الناس دي في منافقين. منافقين حواليك. ويتمنوا خراب بيتك. احتفظ لاسرارك الناس دي اه عينهم عليك. بص لك في اكل تفلق مع عيشك. بص لك في رزقك. بص لك في صحتك. بص لك في كل حد بص لك فيه. حتى لو حد دي عندك بيفضل يبصوا عايزين يعرفوا عنك كل حايزين يعرفوا الشخص دي وصل ليه. دي عندك بيعمل ايه. دخل عندك ليه. الناس دي دات عندك ليه. ايه لما بينك وما بين الناس دي مش سايبينك. حتى لو ضيف دخل عندك او حد دي عندك بصلك عليك. عايزين يعرفوا هو دي اللي عندك او ايه اللي ما بينك وما بين الناس دي. عايزين يعرفوا انت بصلت ليه هدفك ماشي في ايه او شغال ايه او بتشتغل ايه او رزقك قام بصلك وحسدلك على كل حدي الكسل والخمول اللي عندك والتعب والضيقة والخنجة واكتر هذا الكسل عندك. والتفكير اللي اربع وعشرين ساعة هاي من العين الحاق ده. الحاسدة. فابعد عن الامر دي او بالان الناس دي بلاش كلام معهم كثير عشان الناس دي عملا تحسب لك. لديك هنا بشرة يعني منكم هنا لديكم بشرة وفرحة. في خلال ايام قليلة. في خلال ايام قليلة. بس هنا شف في شخص ها? الشخص دي يحبك. وراك بك عن قرب. الشخص دي بيحبك وراك بك عن قرب. في شخص هنا يعني شخص دي ندمان على فرابك. اه حبيب او صديق او ندمان على فراجك. الشخص ده ندمان على فراجك. بس العيون هنا انا شايف برضو العيون برضو مش سايباك في حالك. العيون مش سايباك في حالك. العيون واضحة. العيون واضحة ومش سايباك يعني في حالك. محسود من اقرب الناس والناس اللي حواليك حزينك ومحسود من اقرب الناس ليك. بس عندك بشرة. انا شايف يعني بشرة هنا. يعني انا شايف هنا اه في تدخل الهي. من فوق سبع سماوات. لحل المشكلة. هي سبب آآ يعني ألمك. وحزنك. وتعبك. في الفترة الماضية. بفضل الله هناك مساعدة في الخروض من الازمة. في خروض من الازمة وسداد دين معلق. منز فترة. شاف عندك قلق. يعني عندك قلق. اتجاه احد من افراد اهلك. اطمئن. سينتهي هذا القلق قريبا. من غير ردع بعون الله تعالى. من غير ردع بعون الله. شاف هنا عندك تيسير. يعني عندك تيسير في امور وقضا حدات كتيرة. وفي عندك توفيق يعني هنا اه توفيق يعني في العمل. يعني شاف عندك نداحات واستكبال يعني البشرات. في فرح او فيها فرح متتالية. عندك يعني بشرات متواصلة قدامك. في بشرة يعني هنا يعني البشرة دي وفرحة كبيرة. شافك فرحان من وراء مكالمة او فك بلوك او رسالة. بفرحك شافك فرحان مبسوط. صلي على الحبيب المصطفى عليها بضل الصلاة والسلام. بسم الله. فضلا وليس امر الاحباب نفي الله عزيزين يشوف اللايكات بتاعكم. فضلا وليس امر يدعم الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات. صلوا على الحبيب والمصطفى عليها برصات والسلام. في عندك هنا في حدا انت غالي على قلبك. يعني هنا دي عزيزة على قلبك. غالية على قلبك. يعني انا شاف عندك هنا تغير. في تغيرات على قلب. يعني عندك هنا تغيير العتبة. تغيير العتبة دي نقول عليها بيت. او نقول عليها مسكة او منزل. يعني تغير من بيت لبيت او منزل لمنزل. اه شافك انها بتخلص اوراق المنزل او بتخلص اوراق البيت اه بتدهز اموالك او يعني بتدهز حدا لشراء المسكن هزي قدامك خطوة واحدة ما بينك او ما بين المنزل بينك وبين الخطوة هي اللي قدامك وهتشتري او هتوصل للمنزل الجديد في زعل ماشي دواق او محتاد مبلغ مالي شايف عندك شو الزعل او شو التفكير في مبلغ مالي محتاده عشان تدبر يعني امورك او تكمل حدا تشتريها ان شاء الله دايلك المبلغ المالي وهتقدر اه تجيبه بازن الله تعالى في هنا يعني شايف هنا في اكتشاف امور وحقائق حواليك هتكتشف كل حالي وهتعرف يعني في ناس هنا اه شايف كيفين من بكرة وقعدين يعني يعب تفكروا في اللي جاي بلاش تفكير يسيب على الله سيب على الله وهتنحل تسيب على الله ولاش تفكير لان ندمك هيل المع في مجال عملك يعني نجمك هيل المع وعندك عرض هنا مغرب العرض عندك عرض هنا يعني مغرب بعد اسابيع قليلة اوعى اوعى ترفضه اوعى ترفضه اوعى ترفضه شايف هنا يعني اه يعني اعشاف في نفسنا حب ناس او صدق ناس اه صديقة او حبيب وفرح بوجوده بس طلع مش كويس طلع يعني وانت مش قادر يعني تبعد عندك ضغط نفسي كبير بسبب التفكير بسبب التفكير بس يعني انت صديق او حبيب يعني شايف هنا برضه امور كتيرة هتحدث في حياتك يعني في عندك هنا سحر السحر ده من قريب من قريب من قريبة زيكم به يعني شرانية قرايب يعني السحر ده معمول بالمرض السحر زفلة سحر يعني اه معمول بالمرض السحر ده يعني اه تعب كتير وتعب اسرتك كمان يعني مش انت بس اللي تعبان ده اهل بيتك تعبانين بسبب السحر دايما مشاكل في البيت بدون سبب دايما مش بيستحملين بعض دايما اه النرفزة الضيق اه التوتر اللي مش مستحملين كلام لبعضيكم سطلع على نرفزة خنجة ضيق اه تعب اه ومنكم عنده مرض برضو من اهل البيت عنده مرض دي السحر معمول ليكم بالمرض وبالتعب وبالتأطيل ودايما الالم في الظهر والرأس والصداع ودايما حمدان وكسلان رح ينقلب هزا السحر ويخرج بازن الله تعالى هينفك بازن الله هيخرج شر كله من بيتك معاه السحر ولوحسد معاه كل الشر هيخرج من عندك بازن الله تعالى فيه مبلغ هنا المبلغ دي يعني عندك مبلغ كبير وفق قرب بازن الله شديد. يعني هتفق القرب اللي عندك والعتبة اللي هتنتجل او البيت اللي هتنتجل فيه دي فيه الراحة. فيه السعادة ليك. يعني فيه راحة ليك. في حدنا يعني شافنا يعني اه حبيب او صديق شافه محتار وغيران عليك. ومشتغلك يعني وعايز يديلك او عايز يردعلك. شافنا في نقلة. النقلة دي يعني وتغير جزر بامورك. يعني عندك تغيرات كتيرة بازن الله تعالى. اللهم اصلي على سيدنا محمد فيه حدث يعني هيحدث مفرح ومساعدة مالية. فيه حد يساعدك بمساعدة مالية. فيه مكالمة من شخص هنا. المكالمة دي من شخص قاطع التواصل معك. هيديلك من وراه سفر او وظيفة. سفر او وظيفة. عندك سفر او وظيفة بازن الله تعالى. شراء البيت او التغير الشراء ده هيكون اه فيه سعادة لي. بازن انت يا عمال تفكر في كسة الشراء. ان كل طاقة قدامي يديلك طاقة الشراء. شراء المسكان. فيه عندك شفاء برضو هنا. لحد مريض او حد عزيز على قلبك عندك طاقة شفاء باذن الله تعالى. فيه ناس برضو هنا ازياك. الناس دي ازياك. عندك نصر على ناس ازيتك كثير يعني. الناس دي ازيتك كثير جوي. وسببت ليكم ازا اه من قبل. يعني درحت قلبك او كسرتك والازا ماسك فيك يعني عندك يعني التعب منه. يعني شاف هنا انتو شاف عندكم تعبنين يعني وتفكيركم مشتت. عمال اتفكر اربع عشر ساعة اه التعب والتفكير اه والخنجة. يعني عندك طاقة تفكير وتشتيت بشتت. عمال اتفكر. فيه ايام حلوة جوج. عندك ديالك. وفيه تغير للافضل. عندك هنا مشاكل عاطفية. انا شاف عندك مشاكل عاطفية. وعدم استقرار. بس انت بحادة للهدوء يعني والاسترخاء. وفيه ساعدة قريبة عندك. الساعدة دي هتكون بسبب يعني خبر او مكالمة. فيه شفاء من السحر. من سحر رح تشعر بالفرق في شفاء بازن الله تعالى. بس هنا في ناس مراقباكم. عشان انت عليكم مراقبة من اشخاص. بغاية الخبس. الناس دي خبيسة. والناس دي عملت راجبكم. والناس دي مش كويسة. يعني شاف عندكم عليكم مراقبة. وبتراقبكم في كل pill happened. بتراقبكم. في فarصتك جيالك. الفرصت ديالك. الفرصة جيالك باذن الله تعالى. فرصتي شافك فيها سعيد. شافك فيها فرحان. في فرصة ضيالك فيها فرحة ليك باذن الله تعالى. صد عل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فضنا وليس امرنا احبابنا. في اللا دعموا الفيديو واللاقليل. في الايام يعني هنا الايام القادمة لديكم اه فرحة. لديكم يعني هنا كرار هتاخذوه. حاسم يعني هتاخذوه. سيكون هذا الكرار جيد لكم انتم. اللي انتم هنا شايف حاسيسكم عالية. وستنبؤونا باشياء اه سوف تحصل. عندك اشارات. يعني سوف تصلكم. اما في الاحلام او بشكل يعني بقلبي او تخاطرات عندك. لان روحانياتكم عالية. شايف هنا يعني هناك شخص يعني رجوع شخص من الماضي. هذا ده على هنا. هناك شخص يعني رجوع من الماضي. وانتم في حالة يأس منه. وهذا الشخص صاحب جاذبي. ولديكم انتصار. ونجاح في اموركم. شايف هنا برضو البعض لديه مسئوليات. وحمل تقيل عليكم. او برضو الحبل ده على افتافكم. عنكم مسئولية بعض اطفال وبيات. وانتم لوحدكم شايلين هاي المسئولية. قريبا جدا سوف تعصرون على توأم روحكم او توأم شعلتكم. في شخص دي الشخص دي ما عجب بكم. شافوا برقبكم. يعني الشخص دي برقبكم من بعد او برقبكم. او من قرب برضو برقبكم. رغم العقوبات او الصاعب او العقوبات اللي اللي تي بينكم وبينهم بس هو عمال رقبكم عايز يوصلكم. شافنا انتم يعني هنا تبزلونا جهد. تبزلونا جهد. السحر والحسد وغيره من الاشخاص يكرهكم. يعني اه اشخاص يعني يكرهكم ويتمنوا سقوطكم. الاشخاص دي بتتمنى تأذيكم. وبتتمنى سقوطكم. تتمنى لكم الشر. الناس دي عايزة تأذيكم باي طريقة. الناس دي عايزة السر ده هتعرفه. السر قدامك يعني خطوة اثنيا والسر ده هتعرفه. عندك سر خطير جدا وهتعرف السر ده. الله مصلى على سيدنا محمد. في حد دين هيقف معاكم. في حد هيقف معاكم. وهيسعيدكم. هيديكم يعني اه بعض الفلوس. او هيدلكم على مشوار يدخلكم اه مشروع او هيدخلكم اه فلوس او هيدلكم يعني لاما هتديكم فلوس لاما هتدلكم على حد يدخلكم اه مال او فلوس. لان انتم انا شايف منكم برضو بيعاني من اه الامور المادية والمال. شايف نه? بتدوره على اي حد اه اه ادي لكم مال. وبالدورة على اي حد اطلعكم من اللي انتم فيه. لكن عندك نقلة جديدة. نقلة جديدة. بس انتم يعني مختارين طريق طويل. طريق يعني منكم ما نختار طريق صعب. اه طريق اه مدائجك برضو. خد طريق السهل. اه علشان تطلع من الصدمات او تطلع من اي حادة تديلك. شايفين يعني انتم هنا مستنيين حدا من حد. مستنيين حدا من حد. بس انتم خاب يعني ظنكم كتير او خاب في ناس كتيرة. شاب بس انا مش عايزكم اه الطاقة السلبية دي تطخلوا فيها. اه عايزك تطلع من الطاقة السلبية. عايزك تطلع من اي طاقة السلبية انت بتمر بيها. اي طاقة سلبية في حياتك اخبض منها. الحادة اللي انت ببالك مشغول فيها هي هتحصل معك الايام اللي داي. ما تخافش. يعني شاف ان انت دايما متعلق. خلي بالك. وما تقلقش من حادة. خلي بالك بس من الست اللي عاملها لكم السحر. خلي بالكم من ها. واي امور شغلات اتركها. سيب الامور على ربني. هي الحية داي? الحية داي? لو انت برضو بتحلم بالرؤيات السعبين او الحيات او الافاعي او الكلاب. هي الحية دي انسانة مقربة. من اهل من اهل بيتك. الست دي مقربة ليك. المنافضة بوشيان والسعوبانة هي دي اللي ازياكم. هي اللي دي اللي ازياكم. لكن ربنا هيبعدها اه اه يخليها تنساك او تبعد عنك. لان هي الست دي ووشها مش واضح. يعني شايفها مش كويسة. منافقة. مؤزية. اه ازيا ناس كتيرة مش انت بس يعني. ازيا ناس كتيرة. بوشيان. لا اله الا الله واحدها والشريك. لا بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. بسم الله. عندك انا راحة. يعني الراحة دي من بعد الظلم من يمكن اشوفته في حياتك. اه من بعد ان انتم خاب ظلمكم كثير في ناس كتيرة جدا. شايف برضو يعني هنا انت وقفت مع ناس كتيرة. انت بس ساعدها. بس خاب ظلمك فيه. خاب ظلمك في الناس دي. اه شايف هنا. يعني انت ساعدتهم. وقفت معهم. اه قبرتهم. اديتهم حادات كتيرة. ويعني وقفت معهم وديتهم وعملت لهم كل اللي هم ومحتدينه. بس انت لما احتدتهم ما لقيتهمش. ولقيتهم خائنين. اه قدرين. مش كويسين. فانت صاحب الاختيار. وانت صاحب الكرار. فخلي بالك من نفسك ما تعملش حد بسهولة. او ما تديش الامان لناس ما تستهلش اصلا الامان. قلنا من قبل. هدوا نفسكم. شايف الفترة دي. من اكتر الفترات يعني اللي عندكم طاقة تفكير. عندكم طاقة حزن. شي اغلب لكم يعني. عملكم بعض المواضيع او بعض الاختلافات. بس ان شايف عندكم الفترة دي. في يعني امور هتوضح اكتر من كده. شايف عندك ندمك هيكون لامع في السماء. او ده يعني بيدول ان انت هتدي لك اه لك رسالة او نجاح. شايف ان انت هتدي لك حادة معين هتفرحك و هتطلعك من اي صدمة انت بتمر بيها. او من اي قصرة قلب. شايف عندك يعني هي ماشي لو ما دولة قلبك عندك مكسور او اه مجروح. خلي بالك هنا من الشخص دي. الشخص دي عايز يردع لك من الماضي. الشخص دي ناوي انه يردع لك يكسر قلبك او يدرحك. او يكسرك او يزلك. فخلي بالك. خلي بالك وكون حريص. بس انا عزك وتسقش في حد. ما تديش السكة قول حد. الشخص اللي يدي لك بسهولة ويطلب منك السماء السماء. فخلي بالك. لان يا شايف عندك قلبك هنه? شايف في قلب. والقلب دي مفتوح يدل على الخير. يدل على السعادة. يدل على الراحة. يدل على فرحة في قلب بيتكم. ممكن اقول زواد او خطوبة او ارتباط. ان اشاف في ارض بيتكم. اه في هالفرحة وفي قلب وفي خاتم في هالفرحة ان شاء الله. ممكن يكون بنتك او انت او اختك او اختك. يعني حد في البيت هيكون عنده خطوبة او ارتباط او زواد في ارض بيتك بازن الله تعالى. او ممكن يكون زواد المطلقين او رجوع. شايف في زواد برضو. زواد مرة اخرى. زواد مرة اخرى. هنا بيزد الله تعالى. اه هنا اللي ظلمك ده يعني اللي يخزف لوسك او ظلمك او شرحك. هتنتصر. هتنتصر. هتنتصر عليها. وهتاخذ حقك. هتاخذ حقك. في هنا المال دي اللي دايلك من هنا. المال دي دايلك ورث او احوالي او ردوحك. اه في من دايلك هنا نقول ورث او ردوحك او احوالي. انت منتظر انتظر المال دي. اه فرغ الصبر يعني. بتخلص اوراك فيه في المحاكم او بتخلص الورق او اه وظيفة من وراها المال في الاوراك بتخلصها في المحاكم. دايليالك. الله مصدر سيدنا محمد. بسم الله كيش. بسم الله. شايفنا الله مصدر الله على سيدة محمد. خلي بالك من الست دي. عشان في هنا ست او صديقة او حبيبة كدابة. 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 خبيسة. مش كويسة. وشايف هنا برضو ما بينكم وبين الشريك اه مشاكل. ونفور. الشريك عايز حادة وانت عايز حادة. كل واحد ماشي بدماغه. يعني شايف ان انتم اتنين ما بتحاولوش تدمعوا اه كلامكم. انتم يعني وراكم الست دي. بتحكد عليكم. الست دي بتحاول تبين ان هي بتحبكم. لكن الست دي مش كويسة. الست دي عايزة تأذيكم. عايزة تدمركم. هي اللي يعني عملها لكم العركية دي. الست دي بتحاول اه تنط عليكم. بتحاول تأذيكم. بتحاول يعني تخرب مفانكم. فخلي بالكم. خلي بالكم. انا شايف ان انتم حسسكم ان انتم متكتفين. اه في خنجة. محترين. مش عارفين انتم عملية. شايف هنا في شخصنا خزل قلبك. خزل قلبك. فحد يعني اه بعد عنك بدون سبب. في حد بعد عنك بدون سبب. يعني انت عطيته الحب او عطيته الثقة او الثقة ما بينكم. لكن بععد عنك بدون سبب. شايف هنا? في كلام ما بينك وما بين حد كنت مفصل عنه. في كلام هيكون ما بينكم. شايف الفترة دي اه من الفترات اللي هتكون عندكم بعض الامور اللي هتتحكق. يعني عندكم تحقق. يعني شايف ان انت هنا اه بتخلص اوراق. بتخلص امور. يعني شايف ان انت هنا هتخلص حادات كتيري. الحيات دي كتيرة يعني هتخلصها في حياتك. شايف ان انت يعني هنا انت بتتعامل بالنية سليمة. اه ان قلبكم نظيف. اه بس هنا في ناس او في اشخاص يعني اه بيقولوا حداية مش فيكم. ودي حدا طبعا بيزعى لكم جدا. او بيزعى لكم على نفسكم. لان انتم دايما بتقولوا الصدق وقالبكم طيب. لكن الناس بيتيجوا تقول حداية مش فيكم. يعني شاف الوضع عندكم هيبدأ يتحسن تحسنات جيدة بازن الله تعالى. يعني شاف عندكم حداية هنا هتعيد النظر ليه بشكل مختلف. شايف كمان هتعيد النظر ليها برضو. عندك يعني حداية كتيرة حلوة في حياتك. بس انت هنا متضايق. متضايق من تصرفات حد من حياتك. لانما تصرفات الشريك او من حد يعني اه مضايقك. اه اللي شاف ان انت متضايق من تصرفاته. مش عاد بك تصرفاته. بس ساكت. ومعنى ان انت ساكت ان انت تنفجر في اي وقت. اه شافك ان انت يعني ما بتديش الامان لحد قوي بس بتنتظر اه يعني بتشوف لكن بتنتظر غلطة. بتنتظر الغلطة على شخص او الحد وبعدين هتمفدر في وهتوقف عند حده. شاف ان انت هنا بتعمل حداية كتيرة في حياتك. وهتكتشف امور كتيرة في حياتك. في حداية كتيرة هتكتشفها. عندك طاقة اكتشاف حداية كتيرة. صل على الحبيب والمصطفى عليه عبدال الصلاة والسلام. في بشرة حمل. عندك بشرة بحمل او عندك بشرة حمل او طفل وولادة في بشرة حمل قريبة باذن الله تعالى قدامك نقطيا. وبشرة الحمل لك. ان شاء الله تكون فيها سعادة لكم باذن الله تعالى وبشرة مولود قريبة باذن الله تعالى. عندك طريق هنا في السفر. هد باعت لك اه تسكن السفر او حد يدعيك انك تسافر لانها نشاف في طاقة السفر قدامك فيها يعني ممكن شغل او فسح. فسحة او شغل طاقة السفر. طاقة السفر مفتوحة قدامك. مفتوحة قدامك طاقة السفر. اللهم اصلا على سيدنا محمد. اللهم اصلا على سيدنا محمد. بسم الله. شايف عينكم برضو كما كنا الرجوع او زواد مرة اخرى او الخطوبة اللي في ارض بيتكم. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يسعدكم. وإيانا جميعا يا رب العالمين. وهذا الكراءة كما كنا لهذا السبحة تمت من حرف الضاط الى حرف اليا. هذه الاستخارة تمت والاستخارة الثانية تمت. واعتمنى من احبابنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنتم لم تشتركوا فيها القناة. فليش اعرفني اشتراكم فيها القناة وتفعلوا زر الدرس الارسان يوصل لكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وفضل ما ليس امره ان انزل في التعليقات صدي على الحبيب المصطفى عليه الفضل الصلاة والسلام. وكنت بتعانوا من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة او اي شيء كل شيء داخل القناة من السلو. الى هذه السحر وعلى هذه المس وعلى هذه الحسد وعلى القرين وعلى هذه التابعة وعلى هذه التعطيلات وعلى هذه المشاكل في المسكة حتى طرق استرداء على الحبيب وردة زودة كلها الطرق من ازلالكم داخل القناة والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا في الواتس يتواصل معنا وان شاء الله هنكون في حسن الظنة وفضل ليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في اللايك.